اشتركوا في القناة نحن مع شهر القرآن نتلمس إن شاء الله بركات رمضان سواء في نهاره أم في لياليه ونتذكر أن الله تعالى منى على الأمة المحمدية بالقرآن الكريم وهو المهيمن وهو المهيمن على ما في القتب السماوية السابقة المهيمن عليها نعم والمصدق لما فيها نعم جعله الله تعالى ختاماً لهذه الكتب السماوية السابقة وتكفى الله تعالى بحفظه ولم يكن ذلك إلى البشر لم يكن ذلك حفظ هذا الكتاب إلى البشر ولكن تكفى للمولى تعالى بحفظه يقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون لو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم التي أمرنا الله تعالى أن نقرأها وأن نتدبر ما فيها من أحكام ومواعظ وحكم مع ما حدث مع الأمم السماوية السابقة نجد أن الأمم الإسلامية من الله عليها تعالى بالتشريع الوسط الأمة الوسط في كل شيء يقول تعالى وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سبحان الله ربما يتساءل البعض كيف نشهد على الأمم السماوية السابقة ونحن لم نرها فالإجابة على ذلك القرآن يجيبك ألن يخبرك القرآن عن قوم نوح وما حدث معه ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عام وما أمن معه إلا قليل وأخبرنا القرآن عن أحوال يعني قوم سيدنا صالح سمود وهود قوم عاد إلى آخر وأحوال الأمم السماوية السابقة كأنها يعني رأي عيد فلهذا اختصت الأمة المحمدية بأنها الأمة الوسط الخيرة الأمة التي فضلها الله تعالى على الأمم ببركة رسولنا صلى الله عليه وسلم والتشريع هو التشريع الوسط انظر إلى قوله تعالى وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُشْرِفِينَ انظر إلى قوله تعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَلَمْ يَقْطُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَابًا ماذا هذا تنظيم لحياة المسلم سواء فيما أكله أو فيما شربه أو فيما لبسه أو في نفقاته عموما كيف نعم لأن الأكل هذا يعني يكتسبوه المرء من المال يأكلوا يشتري الطعام ويشتري شراب بأمواله والمال الإنسان مستخلف في هذا المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالله تعالى هو الذي أعطانا هذا المال ولنا أن نأكل وأن نشرب طالما كان الأكل حلالا وطالما كان الشرب حلالا وطالما كان الملمس حلالا قل من حرم جينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق فهذه المباحات الله تعالى أباح لنا أن نتمتع بخيرات الأرض وخيرات البحار وخيرات الأثير والأجواء والمسجدات طالما لا يوجد حرام ولكن التوسط انظروا إلى ما يقوله الطب حاليا إذا أصرف الإنسان في الطعام وأطابته التخمة ماذا كان حال الأجهزة ماذا كان حال الجهاز الهضمي ماذا كان حال الجهاز العصبي أو العقل أو ما إلى ذلك ماذا كان حاله حتى يؤدي الإنسان رسالته في الحياة وأن يعمل بجد ونشاط عليه أن يكون ممتدلا في طعامه وشرابه حتى يعمر الأرض الله تعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني خلقنا لعمارة هذه الدنيا يقول تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول لملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يبقى الخليفة هو الذي يسير حسب المنهج الذي أنزلها الله تعالى على رسوله والمنهج هو أول ما نزل كما نعلم نزل على أبينا آدم عليه السلام حينما حدث ما حدث من إبليس عليه اللعنة يهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل وناجه فهذا يدل على ماذا يدل على أن يدل على أن المنهج ينبغي أن نسير عليه يبقى المنهج نزل من أول أول ما نزل نزل على أبينا آدم عليه السلام وبعد أن ارتكب إبليس عليه اللعنة المعصية حقدا على أبينا آدم وأبونا آدم عليه السلام وأبونا حواء تابع الله فلقنا هما الله التوبة وقال الله تعالى قلنا بيطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى والهدى يعني هو المنهج فالمناهج تتابعت من لدى الأبينا آدم عليه السلام إلى أن قتمت مناهج برسالة سيدنا محمد عليه السلام بالقرآن الكريم الذي أنزل الله تعالى يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في إليه القدر ثم نزل متفرقا على رسولنا صلى الله عليه وسلم حسب النوازل والأحداث وما إلى جد فننعم بهذا المنهج إذا كنا متبعين للتوسط التوسط في الأكل في الشراب إذا كان الإنسان متخما كيف يؤدي الصلاة كيف يؤدي عمله اليومي وعملي قد أكون صانعا قد أكون عملا يعني يحتاج إلى نشاط وإلى قوة والإسلام يعني يدعون إلى التقدم في سائر الأعمال في الحضارات لا يعرف الإسلام الأمة المتخزلة المتخلفة في الحضارة الصناعية أو العلمية أو التقنية أي أن كانت انظر إلى ما قصاه الله علينا يعني ما حدث بين موسى عليه السلام وسيدنا الخضر أحوال وبعد ذلك ما حدث مع ذي القرنين وحينما جاء إلى قوم لأفقى كلامهم وطلب منه أن يبني سدا بينه وبين يأجوج ومأجوج فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ماذا قال لهم قال آتوني ظبر الحديد آتوني ظبر الحديد نعم وماذا حدث استطاع بقى أنه هو يعني يعني طرق الحديثة عندهم أو وقطع الحديد وشغل النار في الحديد وصنع سد فما استطاع له نقل يعني حتى إذا يعني آتوا بالحديد آتون ظبر الحديد هذا يدل على ماذا يدل على أن الصناعات ويدل على أن التقدم التقني ينبغي أن يكون في الأمة المحمدين يعني حينما يقص الله تعالى علينا حال في القرنين كيف صنع من قطع الحديد بالوسائل المتاحة عندهم واستطاع أن يبني سدا وما استطاع يعني يستطيع أحد يعني يعبر هذا معنى ذلك أمة متقدمة الإسلام لا يعرف عمران الأرض يحتاج إلى فالأمة الوسط هي الأمة الخيرية هي الأمة التي قال الله تعالى فيها وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ربات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه لا نعرف إلا السلاح القوي لا يرهب العالم لا يرهب العدو إلا الأمة التي سلاحها قوي وسلاحها وسر السلاح من عندها هذا ما يأمرن به الشرح أول منزم القرآن هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لن يعلم فالأمة الوسط لا تعرف التخازل لا تعرف الإسراف والتنعم بخيرات الأرض وتترك عمران الدنيا والذين إذا أنفاقوا لم يسرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قوامة أعتدل المال من الله أنا خليفة في هذا المال أنا مستخلف في هذا المال لأنفقه في الملذات الزائدة والنفقات الزائدة على الحاجة والوسق أو في المعاصي في التبذير الذي هو اتباعه للشيطان والعزب الله وأن أترك الفقراء وأن أترك المساكين يتبضوا نوعاً يعني لا تنسى أخاك الفقير لا تنسى أخاك المسكين لا تنسى الصدقات وإذا أعطيته فإنما يدخر لك في يوم القيامة إذا مات ابن آدم انقطع ما له إلا من ثلاث صدقة الجارية أو علمه ينتفع به أولاً من صالح أن يدع له الصدقة الجارية تستمر في قبرك إلى يوم الدين مدخرة لك ثوابها عند الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتسبت احترمت الرزق احترمت النعمة شكرت الله صلى الله عليه وسلم بارك الله تعالى في هذا المال وأعطاك سعة وزيادة أيضاً طالما ابتغيت بهذا المال واجه الله صلى الله عليه وسلم هذا التوسط هذا هو ما الأمة الوسط لا يعرف الإسلام الأمة التي يعني غابت وابتعدت عن منهج الله القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة لأمم من الأمم وسع الله تعالى عليها ونسيت انظر إلى قارون عليه اللعنة وقد أوتي ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصمة إلى القوم يعتصور المفاتيح الخزائن لا يحملها واحد مجموعة ويصعم عليها وبرغم ذلك يفتخر ويتعالى ويسند هذا الاختساب إليه فخسفنا به وبداله الأرض فما كان لهم من فئة من ينصرونهم دون الله وما كان من المتصرين هذا يدل على ماذا؟ على يدل على أن المال نعمة وأن الصحة نعمة وأن الجاهة نعمة وأن العطاء نعمة ونعم الله تعالى كثيرة ومن ثم ينبغي أن نكون أن نكون متبعين لمنهج الله أن أشكر المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة أنفقها في الطاعات ومثلا أنظر إلى الحكمة ينهاني الشرع أن أبخل على نفسي وعلى أولادي وعلى غيري بالمال أيضا أن لا أقتر أقتر على أولادي لماذا؟ ووسع الله تعالى في رزق أنظر إلى السيدة هند من تعدى رضي الله تعالى عنها بعد أن أسلمت وخشيت من عمل كانت تصنعه قبل الإسلام قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح تصور أن أبا سفيان زعيم مكة قبل الإسلام زعيم مكة وكان شحيحا كان مقترا يا رسول الله لا يعطين ما يكفيني وبنية هل علي من جناح؟ هل علي اسم؟ هل علي ذنب؟ إن أخذت من ماله؟ يعني إذا أخذت من ماله بغير علمه فقال لها صلى الله عليه وسلم خذ من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف معنى ذلك أن المسلم يسعد بالرزق الحلال ويتناعم بالرزق الحلال في حدود والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الأمة الوسط متعددة في جوانب الحياة في كل جارة الحياة الأمة ينبغي أن تكون خيرية أن تكون متوسطة أن تكون سهلة أن تكون سمحة في حدود مأباح الشر حتى تصل إلى درجة أن تكون هي الأمة المتقدمة إن شاء الله أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة